اهلا بيكم في حلقة جديدة في برنامج تفضله عندنا نهاردة ان شاء الله هنعمل فتة كباب حلة وهنعمل كمان جنبيها كده عصير احمر في احمر كله كده حاجات حمرة وحنعمل كمان صلطة الفصولية تعالوا مع بعض نشوف الوصفات بعد الفاصل نجعنا تاني بعد الفاصل دلوقتي تعالوا مع بعض نشوف اول وصفتين معانا النهاردة وصفة فتة كباب الحل عبارة عن ايه عبارة عن عيش لبناني متقطع ومتحمر دايما انت شايفين كده لو مش حابين تحمروه في الزيت حطوه في الفرد روزة ابيض مستوي كيلو لحمة عليها 2 كيلو بصر انا عملت كيلو بصر ابيض وكيلو بصر احمر عشان بيدونا نكهات وطعم حلو جدا سمنة وزبدة ولوز وكريمة وصلصة وملأ وخلى عينب وكسبرة وتوم مفروم تمام اول حاجة هعملها خالص ان انا هحط كده هحط كده معلقة من الزيت مع السمنة معلقة كده من السمنة خلاص وحستنيها لحد ما تسخن عقبال ما تسخن تعالوا نشوف السلطة بتاعتنا النهاردة عبارة عن ايه سلطة فسوليا بالحمص سهلة وبسيطة ومفاش اي حاجة ايتاليان سوس ولمون وفسوليا وفسوليا حمرة وحمص بس كده عشان في ايتاليان سوس مش هنحط زيت لو احنا مش هنستخدم الايتاليان سوس مع الفسوليا دي بحنحط زيت ولمون وخل خلاص يبقى احنا كده حطينا ايتاليان سوس وحطينا لمون حتى الفلفل الاسود والملح مش هحطوه طيب انا شايف انها كده ايه كده تمام ابتدي احط اللحمة انا شايفون انا شايفون هنا بقى هحط الحموص السرطة دي تاكل ساعة بتبقى حلوه جدا هحط كده هحط هنا واحط على طول في طبق التأذين نقلب كده شايفين الالوان موسيقى موسيقى وكده خلصنا اول وصف معنا النهاردة وصفة سلطة الفاسولية المشكلة نبص هنا كده اول ما لونها كله يبقى اللون البني ده هبتدي حط عليها البصل عشان تستوي في البصل هي خلاص اصلا اخطرها بس التوم والكسبرة والكسبرة ثوم الكسبرة فلفل اسود طيب نطلع فاصل بقى عشان عايزها لسه تتحمل شوية كمان نطلع فاصل ونرجع نكملها ونرجع نعمل العصير بتاعنا اللي هو كله حاجات حمرة في حمرة تعالوا مع بعض بعض الفاصل نشوفه عبارة عنينه موسيقى 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 وحسيبه كده ايه برحته طيب حنشوف بقى النهاردة العصير بتاعنا عبارة عن ايه عبارة عن فراولة وسكر وشربات ورد وتوت بكل انواعه ملقتوش التلات انواع اختاروا نوع واحد وحطوه خلاص هنحط كده الفراولة هنحط معلقة اثنين من السكر هنحط معلقة من اللمون عصير اللمون الفرش التوت هنحط معلقة من اللمون الفرش هنحط معلقة من اللمون الفرش بس شايفين اصلا لونه عامل ازاي بس هنبتدي بقى ايه نقدمه دلوقتي طيب نشيل كده الحاجات دي كده عشان نشوف ايه اللي هنحطه على اللحمة دلوقتي هنحط معلقة من اللمون الفرش هنحط معلقة من اللمون الفرش هنحط معلقة من صلص الطماطم معلقة واحدة بس كفاية معلقة واحدة على كيلو اللحمة انا مش عايزة حمرها انا عايزة بس اديها نكهة كده خفيفة وبتديها لون كمان لطيف جدا المعلقة الواحدة ديه خلاص هنحط بقى مرقة دي كده بس ونغطيها لحد ما المرقة ديه تتقل مع البصل اول ما تتقل هنشوف بقى الخطوة اللي بعد كده هتبقى ايه بس نقلبها كده ونقفل عليها بس هنبتدي بقى نحط العصير كده شايفين لونه جميل جدا جدا ومغري جدا شايفين لونه جدا انا عايزة بالاول احط السوس اللي بالبصل على العيش ده اول حاجة نحط بقى كوباية الكريمة نحط ثانية تغلي معي نحط بقى كوباية 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 نبتزي بقى نغرفها نحط كده نبتزي بقى لوس اللوس بيخلي طعم الاكلة مختلف تماما يعني مش نكسل البقى ونقول مش مهم يعني يفضل ان احنا نحطه نحط بق دونس كده مفروم والصاص اللي تبقى ده هنحطه على جنب عشان اللي حابب يزود فيه ناس بتحب الحاجة طرية قوي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة